في محافظة شمال سيناء تتابع الأجهزة المحلية عمليات شفط وتصريف مياه الأمطار بعددين من شوارع وميادين مدينة العريش وأكدت الأجهزة أن مجالس المدن بتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي والحماية المدنية تقوم بمتابعة أماكن تجمع مياه الأمطار في مختلف الشوارع والميادين وأعلنت الأجهزة استمرار رفع درجة الاستعداد بكافة أجهزة ومرافق المحافظة ومدريات الخدمات بها لمواجهة الظروف الجوية مؤكدة استمرار رفع درجة الاستعداد على مستوى غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات في مجالس المدن ومدريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة في مواجهة الظروف الجوية